نبدأ لحسة بتاعتنا بالصلة زي ما احنا متعودين واحنا في مكاننا بنقف ونصلي المحفوظات بتاعتنا بسم الآب والابن والروح القدس الهن واحد امين خنفران ام فيوت نيم بشيري نيم بنيف معاس قواب انوتي انو اوت امين فاصل شريف من انجيل ماري يوحن البشير بركاته على جامعنا امين في البدء كانت كلمة والكلمة كان عند الله وكانت كلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يطيق في الظلم والظلمة لم تدركه كان انسان مرسى من الله اسمه يوحنى هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكيه من الكل بواسطته لم يكن هو النور بل يشهد للنور كان النور الحقيقة الذي يضيق لكل انسان اتين الى العالم كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله اما كل الذين قبلوا فعطان سلطان ان يصيروا ابناء اولاد الله اي المؤمنون باسمه الذي نولده ليس من دمه ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله والكلمة سرق جسدنا وحل بيننا ورأينا مجد ومجدا كمال وحيد من الهام مملوء نعمة وحقا يوحنى شهد له صرح حقا هذا هو الذي قلت عنه ان الذي يتبع دي سرقه قدامي لانه كان قبلي ومن ملئه نحن جميعا اخذنا ونعمة فوق نعمة لان النموس بموسى اعطيه اما النعمة والحق في بيسوع المسيح سارة والمجد الله دائما ابديا امين هنبدأ النهاردة الدرس التالت من المحور التاني وهو بيتكلم عن قوة الصلاة والصوم تمام انتو عارفين ان فيتامين صاد في المسيحية هو صلاة صوم صادقة صاد صلاة صاد صوم صاد صادقة تمام يبدأ فيتامين صاد في المسيحية ازاي ننتصر على حروب الشيطان ازاي نعبر ديقاب والقلم بسلام ازاي نفهم كلام ربنا ازاي نقدم توبة نقي ازاي نشهد لربنا في حياتنا ازاي نكرس وقتنا كل ربنا ازاي كل ده نعمله هنعمله من خلال الصوم والصلاة وده اللي هنشوفه النهاردة في مواقف مختلفة وقصص مختلفة من كتاب المقدس ومن تاريخ الكنيسة ازاي ادروا بالصلاة والصوم ينفذوا كل ده تعالوا نشوف مع بعض الموقف الاولاني والموقف الاولاني هو زي ما انتوا شايفين كده في الصورة قصة ايه قصة التجربة على الجبل بتاعت بابا يسوع لما طلع على الجبل بعد ما اتعمد من يوحنا المعمدان في نهر الاردن راح لبرية الاردن وقاعد هناك اربعين يوم واربعين ليلة صايم وبيصلي هل بابا يسوع محتاج سوم وصلاة لا طبعا بس عشان يعلمنا ان احنا بالصوم والصلاة نقدر ننتصر على الشيطان وقتهجي الشيطان وقاعد يجرب بابا يسوع وكان بيقول له مثلا نحاول الحجرة دي لخبز فكان بابا يسوع بينتصر على الشيطان بالصلاة والصوم وايه كمان وكان بيرد بآيات من الكتاب المقدس فلما قال له مثلا نحاول الحجرة خبز رد عليه وقال له بآية من الكتاب المقدس ليس بالخبز واحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله يبقى بابا يسوع انتصر على الشيطان بالصلاة والصوم وكلمات الكتاب المقدس تعالوا كده نقرأ مع بعض جزء من صلاة الاسمة في القدس بتقول ايه الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشيطين إذ قال الرب يسوع ان هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم يبقى احنا بالصلاة والصوم نقدر ننتصر على الشيطين تمام طيب تعالوا كمان نشوف موقف تاني ونتعلم منه ازاي الصوم والصلاة بيساعدونا ان احنا نعمل حاجات تانية غير بس مش بس ان احنا ننتصر على الشيطان او نقدر نغلبهم بيها لكن كمان ممكن ننتصر بيها على التجارة والازمات زي في قصة مين زي في قصة ملكة جميلة زي ما انتوا شايفين في الصورة و ملكة جميلة دي انتصرت على التجربة اللي حصلت لها والشعبها بالصلاة والصوم تعالوا نشوف كده كان في فترة من الفترات في ملك عظيم جدا اسمه الملك احشاويرش وده كان ملك صعب شوية وكانت زوجته هي الملكة الجميلة اسطير والملكة اسطير وشعبها كانوا تحت حكم الملك احشاويرش في الوقت دوت وكان اسطير لها قريب اسمه مردخاي واسطير بالنسبة لمردخاي بنت اخوه تمام ومردخاي ده كان خادم في القصر بتاع الملك احشاويرش وكان فيه وزير شرير جدا اسمه همان والوزير ده كان بيكره شعب اسرائيل وبيكره مردخاي فعمل مؤامرة وعمل زي مرسوم بانهاء وقتل شعب اسرائيل ده كانت المؤامرة بتاعت همان الوزير الشرير ده والمؤامرة دي عرف بيها مردخاي وراح قال لأستير تصرفي وعملي حاجة لكن طبعا أستير ما كانتش عارفة تعمل ايه لأن الملك كان صعب جدا وما ينفعش ان اي حد يدخله كده يكلمه ولو حد دخل كده يكلمه كان ممكن يموته مادام هو ما طلبهوش فأستير فكرت قالت ايه هو بالصلاة والصوم نقدر ايه ربنا يسهل الامور فقالت لمردخاي بس يا مردخاي انت والشعب كله هتصومه تلاتة ايام تمام وتصلوا علشان ربنا يديني نعمة في عين الملك أحشى ويرشه ده اللي حصل فعلا صامت أستير هي وشعبه ومردخاي تلاتة ايام وبعدين دخلت أستير للملك وهي عارفة طبعا ان ممكن يقتلها في الوقت ده لكن ربنا ايه حنن قلب الملك احشويروش عليها ودخلت الملك أستير وعرف الملك بمؤامرة همان الشرير وطبعا كده انقذت أستير شعبها من مؤامرة همان بالصلاة والصوم تعالوا نقرأ الجزء ده من الصلاوات الاسمى في القداس الصوم والصلاة هما اللي زين عمل بهم شعب اسرائيل وانقذهم الله من الموت يبقى بالصوم والصلاة ننتظر على الشيطان بالصوم والصلاة هننتظر على التجار تعالوا نشوف موقف تاني موسى قاعد على الجبل وعايز يفهم كلام ربنا وصايم وبيصلي بقاله كم يوم 40 يوم طبعا موسى صعت على جبل سينة اللي هو جبل حريب وقاعد يتكلم مع ربنا في الجبل وصايم 40 نهار و40 ليلة ما اكلش لا اكل ولا شرب ربنا ادي له الوصاية العشر مكتوبة على لوحين من الحجر باصوابع ربنا يبقى انا افهم كلام ربنا ازاي افهمه بالصلاة والصوم والصوم والصلاة هما اللي زين عمل بهم موسى حتى اخذ النموس والوصاية مكتوبة باصبع الله طيب نشوف موقف رابع الواقف هناك دوت واحد ده اهمية الصوم والصلاة لما فدت محبوس في بطن الحود ثلاثة ايام من دوت يونان النبي الموقف الرابع يونان النبي اللي ربنا طلب منه يروح لمدينة نيناوة ويقول لهم يوتوبه وارجعوا الخطي يوم وإلا هيقلب المدينة ده كان عمر ربنا اليونان لكن اليونان ما قطعش للأسف واحنا عارفين القصة اللي حصل بلعوا الحود وفدل يصوم ويصلي في بطن الحود كم يوم؟ ثلاثة ايام وبعدين ربنا استجاب لصلاة يونان وخرجوا من بطن الحود وأمر الحود وإيه رماه على البر بعد كده إيه اللي حصل إيه اللي حصل إن ربنا تاني نادى يونان وقال له إيه روح لشعب مدينة نيناوة وقول لهم توبه المرة دي يونان حاضر يا رب وراح لطور وفعلا روح ونادى شعب نيناوة وقال لهم يا جماعة لازم انتو توبوا علشان المدينة هتبقلب وفعلا الشعب نيناوة كلهم من كبيرهم لصغيرهم حتى الملك نفسه قلع التاج ولبس المسوح وكلهم كلهم من الصغير لكبير حتى البيبي حتى الحيوانات كلها صامت ولبسوا مسوح وصاموا وصلوا وربنا قبل توبتهم فكانت سمهم وصلاتهم كانت سبب في ان ربنا قبل توبتهم وما ألابش المدينة وغفر لهم خطاياهم ورجع عما غضبوا عنهم يبقى السم والصلاة هما اللازين عمل بهم أهل الناوة فرحمهم الله وغفر لهم خطاياهم ورفع غضبوا عنهم تمام يبقى بالسم والصلاة انتصر على الشيطان بالسم والصلاة أفهم كلام ربنا بالسم والصلاة قدر آآ انتصر على التجارب بالسم والصلاة أخذ ايه وفران ربنا تعالوا نشوف موقف خامس المراضي من تاريخ الكنيسة قديسة عفيفة أميرة جميلة أبوها هو الوالي مرقص والي البرولوس والزعفرانا اللي للأسف لما راح لدوكليديانوس قال له لازم تبخر الأوسان وإلا أنا هأزي بندك للأسف والوالي مرقص خاف وخضع لي الامبراطور وبخر للأوسان من اللي زعلت منه بنته الأميرة الجميلة دميانا وقالت له ازاي بابا تعمل كده لازم تتوب وترجع عن الكلام ده وفعلا مرقص رواحه اللي أنا أؤمن بالسيد المسيح وهو طبعا كان نصيبه الاستشهاد طيب إلا اللي حصل بعد كده إن الامبراطور دوكليديانوس كان بيحب الوالي مرقص لكن الداي ازاي رجع تاني وعبد المسيح آآ يطرى مين كان السبب بعرف إن اللي كان السبب هو الأميرة العفيفة دميانا بنته فراح قال لها لازم تبخ للأوسان ووعدها إنها تبقى أميرة جميلة ويديها كل ممالك وحاجات كتير لكن هي رفضت الأميرة الجميلة الأميرة دميانا كانت عفيفة على طول هي وصحباتها اللاربعين عزارة بيصلوا ويصوموا وآآ ما خفتش رغم إن هي لوحدها وباباها خلاص آآ استشهد ووقفت قدامه وقالت له أنا أعترف بالمسيح وعلى اسمه أموت وبه أحيى للأبد وما خفتش رغم العزبات والديئات اللي شافتها وضرب إيه آآ ضربها بحد السيف وقطع رقبتها ونالت الاستشهاد هي والأربعين عزارة ووقفوا بكل شهادة بكل سبات واستشهدوا على اسم المسيح طب القوة دي جابتها منين هي والأربعين عزارة جابتها بالصلاة والصوم اللي خلتها تقف سبتة قدام الوالي الشجير وهي سبتة وصمدة ومش خايفة فالص لا من عذاب ولا من موت الصوم والصلاة هما اللي زين عمل بهم الشهاداء حتى سفقوا دمائهم من أجل اسم المسيح الآخر موقف هناخده هو من تاريخ كينيسا برضو بس المرة دي من راهب جميل عجوز هو أبو الرهبان اللي هو مين؟ أمبان تونيوس كان راجل غني عنده تلطميد فدان ورسهم من أبوه بحهم كلهم ووزع تمانهم على الفقرة عاش في مغارة بسيطة على الجبل في منطية البحر الأحمر كان على طول بيديهم على الصلاة والصوم وإراءة الكتاب المقدس راج من هو كان بيصوم كتير متقشف جدا جدا لكن كان وشه جميل وبشوش الناس تحب تبصره أمبقى البابا أسنسيوس كتب صرته وكمان راح يدافع عن الإيمان والأمبا أمبان تونيوس وراح معاه كمان وساعده وكمان كان بيشوف الشهداء ويساعدهم ويقويهم ويسندهم وبقى هو أبو الرهبان مش في مصر بس لكن في العالم كله والناس بتحبه وتحب تعليمه وتجي تزوره وتزور ديره وتاخد بركة من كلماته وتعليمه السوم والصلاة هم اللذان عمل بهم الأبرار والصدقون ولبس والصليب وسكنوا في الجبال والبراري وشقوق الأرض من أجل عزم محبتهم في الملك المسيح نحن أيضا فلنسوم عن كل شر بطهار وبر ونرفع عيوننا إلى الله مصالين بقلب طاهر ونفس مستنيرة وإيمان بلا رياء ومحبة جاملة ورجاء ثابت تمام دي صلوات الإسمة اللي بنسمحها دايما إيه في القدس والصوم والصلاة يبا احنا قلنا فيتامين الصد بتاع المسيحية صاد صوم صاد صلاة صاد صدقة تمام الصوم والصلاة تعالوا نحل الأسئلة مع بعض بيستحق لما نحل الأسئلة نحفظ الآية ايه فل olmay Isn't That Save 20 ونكبر نقولها ثاني مع بعض الآية المسيحة فلا يخرج الآية الورقه عنا عشان نحل الاسئلة ساعة. اول سؤال بيقول ايه? قوة الصلاة والصوم. استخرج من القصة ما يدل على قوة الصلاة والصوم واكمل الصفوف التالية كما هو موضح بالمسائل. اول حاجة محلولة عندنا النصر على حروب الشياطين. الصوم والصلاة هم اللي زان يخرجين الشياطين. اذكر الرب يسوع هزا الجنس لا يمكن ان يخرج بشيء الا بالصلاة والصوم. تمام? طيب. السؤال اللي بعد كده الشهادة لله في حياتنا. طبعا الشهادة يبقى هنرجع لموقف الجهيدة دميانة. تعالوا نرجع كده. يبقى هنكتب في النقط ايه? السوم والصلاة هم اللي زان عملي بيهم الشهداء حتى سافقوا دمائهم من اجل اسم المسيح. تمام? تعالوا نرجع للسؤال. نمرة اتنين. الانقاذ من الديقة. الانقاذ من الديقة يبقى طبعا قصة مين بقى من الشاطر اللي هيقول قصة استير. يلا نرجع كده. اهي. يبقى هنكتب في النقط. السوم والصلاة هما اللي زان عملي بيهم شعب اسرائيل وانقاذهم الله من الموت. تمام? نرجع للسؤال بتاعنا. تقديم التوبة نقية لله. مين بلا قدم توبة نقية لله? طبعا شعب مين? نينوة. تعالوا نرجع كده لقصة. هنكتب في النقط. والصلاة هما اللي زان عمل بهم اهل نينوة فرحمهم الله وغفر لهم قطيهم ورفع غضبه عنهم. تمام? السؤال نمرة اربعة. تكريس الوقت لله. طبعا تكريس الوقت لله زي الانبانطنيوس. الرهبان كلهم بيقرسوا وقتهم للصلاة والصوم. يبقى هنكتب فيها دي. السوم والصلاة هما اللي زان عمل بهم الابرار والصد يكون ولبسوا الصليب وسكنوا في الجبال والبراري وشقوق الارض من اجل عزم محبتهم في الملك المسيح. اخر واحدة فهم كلام الله اكيد طبعا مين اللي شارك المتربنا هو موسى. فهنكتب في النقط. السوم والصلاة هما زان عمل به مموسة حتى اخذ المموس والوصايا المكتوبة بازبع الله. نحل السؤال اللي بعد كده. نمرة اتنين. هناك ثلاث فضائل مرتبطة ببعضها اوصنا بها كتاب المقدس وشرحها لنا قديس اوستينوس. هي بيننا اكتشف. هي دي المقولة وهنرتبها هنا حسب الاسهم. تعالوا نكتب كده اتريد هنا هنكتب اتريد ان تسعد صلاطك الى السماء فمنح جنوحين هما الصوم والصدقة. تمام? خليكم ماشين كده معي بالترتيب تاني هقول لهم. ممكن تكتبوه هنا واكاتب اتفرطوه هنا في المربعات. تمام? هنكتبها هنا اتريد ان تسعد صلاطك الى السماء فمنح جنوحين هما الصوم والصدقة. تمام? اتريد ان تسعد صلاطك الى السماء فمنح جنوحين هما الصوم والصدقة. الفضائل المرتبطة بها هي طبعا اللي احنا قلنا عليه في اول درس خالص هي آآ فيتامين صاد المسحل هي صوم صلاة صدقة. تمام? نحل اللي سعيد منها تلاتة. افتح كتابك المقدس من انجيل متة لاصحاح السادس ووصل من الف ما ينسبه من الصدف بهجيم ده لهيه هو. طبعا احنا شاطرين هنفتح كتاب المقدس مع بعض يلا بينا. اللي معاه او آآ اللي معاه كتاب مقدس ورقي نفتح مع بعض كده انجيل متة. اهي انجيل متة. اصحوح سد. طبعا هو حاطت قدامكم كده الايات متفردة وانتوا توصلوها ايه ايه كلمات ببعض. تمام? متى صنعت صدقة? دي الاية نمرة اتنين. تمام? اية نمرة اتنين. متى صنعت صدقة? فلا تصوت قدامك بالبوك. كما يفعل المرؤوم. في المجامعة وفي الازكة. اللي كي يمجدوا من الناس. الحق اقول لكم انهم قدستوفوا اجراء. تمام? تعالوا الاية التانية. واما انت فمتى صنعت الصدقة? تمام? اهيني برا بيه. فلا تعرف شمالك ما تفعله يمينك. دي ايه نمرة ثلاثة في انجيل متى. تمام? لكي تكون صدقتك في الخفاء. فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نية. دي اية نمرة اربعة في انجيل متى. ماشي? طيب نيجي لآآ الصلاة. ومتى صليت? تمام? فتكون كالمرؤين فانهم يحبوا ان يصلوا قائمين في المجامعة وفي زواج الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق اقول لكم انهم مستوفوا اجراء. دي اية نمرة خمسة. تمام? اما انت فما انت صليت فادخل مقدعك واغلق بابك وصل الى ابيك لازل الخفاء. فابوك اللي زيارك الخفاء يجازيك على نية. تمام? هنوصل باقي الايات اللي احنا قلناها دلوقتي كل كل كلما ايه بالترتيب اللي احنا قلناها. تعالوا نحل الاااااا الا الايه تحت هي اصلا نفسهم اللي هتوصلوهم فوق. تمام? عشان تبقى سهلة عليكم. هقولهم تاني ورده عشان ايه ما تطلقتوش اه فمتى صنعت الصدقة كمام ايه اه متى اصحاح ستة ايه اتنين لاربعة فمتى صنعت الصدقة فلا تصوت قدامك بالبوك كما يفعل مرؤون في المجامع وفي الأزقة ليقيم ومجده من الناس الحق اقول لكم انهم كانت تستوفوا أجرهم واما انت فمتى صنعت الصدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء في الخفاء يوك ازيك على ناية تمام دي الآية الأولى ناية الآية التانية ما تصليت اصحاح ستة برضو آية خمسة لستة وما تصليت فلا تكون كان مرؤين فانهم يحبون ان يصلوا القائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع الجاية يظهروا للناس الحق اقول لكم انهم كانت تستوفوا أجرهم واما انت فما تصليت فادخل الى المخدعك واغلق بابك وصل للأبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يوكزيك على ناية تمام اية نمرة ثلاثة ما تصمت تمام هي اية ستة برضو سحاح ستة احنا لسه فيه اية ستاشر لأية تمامتاشر ما تصمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين فانهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين الحق اقول لكم انهم كانت تستوفوا أجرهم اما انت فما تصمت فادخل رأسك واخسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائم بالأبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يوكزيك على ناية ممكن تبوا تكتبوها في المكان الفاضي تحت كده لان طبعا المكان مش هيكفي في الجزء الصغير ده تمام تعالوا نحل السؤال نمرة اربعة الصلاة والصوم يصحبهم فضائل كثيرة ارتب الحروف وكل دايرة عشان تتعرف على كل فضيلة طبعا اول واحدة هي محلولة الطعب طبعا التانية من الشوطر اللي هيقولها هنكتب هنا المحبة هنكتب هنا التواضع هنكتب هنا الصبر هنكتب هنا التوبة تمام دي بفضائل كثيرة مترتبة او مرتبطة بالصلاة والصوم طاعة محبة تواضع صبر وتوبة هنكتبهم هنا تاني الفضائل تسحب الصلاة والصوم طاعة محبة تواضع صبر وتوبة. الفضائل اللي انت اقتنيتها بقى انتوا بقى كل واحد فيك وايه يشوف بيصلي وبيصوم اقتنى ايه من الفضائل دي ات ماشي. وطبعا ممكن نتنيش مع استاذنا في المدرسة او مع تصوني في الكنيسة ازاي ممكن نقتني الفضائل دي. تعالوا نحل السؤال نام الخامسة. اقرأ العبارات من اليسار لليمين لتحصل على قول القديس جنو. يعني انا مش قلب القول وهن نبدأ نقرأ من الشمال علشان نرتبه. اكتبوه يلا ورايا. الرب نفسه قدس عماده بصوم لمدة اربعين يوما وعلمنا ان اقصر شياطين لا تكهر الا بالصلاة والصوم. تاني. الرب نفسه قدس عماده بصوم لمدة اربعين يوما وعلمنا ان اقصر شياطين لا تكهر الا بالصلاة والصوم. اجتبها هنا بترتيب النظمات. تعالوا نحل السؤال الاخير. اسئلة الدرس. الصوم والصلاة هما اللي زانا عمل بهم الابرار ها والصد يكون. وساكنوا في الجبال والبراري. نمرة اتنين. الصوم والصلاة هما اللي زانا عمل بهم شعب اسرائيل والاهل النوى من الشاطر فرحمهم والله وغفر لهم قطيهم. طبعا الاجابة هنا شعب اهل النوى. تمام? نيبقى هنقول تاني. والصوم والصلاة هما اللي زانا عمل بهم اهل النوى فرحمهم والله وغفر لهم قطيهم. نمرة تلاتة. والصوم والصلاة هما اللي زانا عمل بهم شعب اسرائيل وانقذهم الله من الموت. نمرة البعة. الصوم والصلاة هما اللي زانا عمل بهم الشهداء حتى سفقوا دمائهم من اجل اسم المسيح. نمرة خمسة. الصوم والصلاة هما اللي زانا عمل بهم موسى حتى اخذ نموس والوسائل مكتوبة. ستة. الصوم والصلاة هما اللي زانا يخرجين. الشياطين. كما قال الراب يسوى. الصوم والصلاة يرتبطان بفضيلة. مثلا المحبة او الطواعة او التواضع او الصبر او التوبة. آآ آآ الصوم والصلاة كمان مرتبطين بفضيلة مهمة اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي الصدقة. ماشي. بقى تحبوا تكتبوا اللي انتم عايزينه. بس انا افضل طبعا. ان الصوم والصلاة والصدقة مرتبطين ببعض. تمام? فمعدة الصوم تفده ان رأسك واخسل وجهك. لكي لا تظهر للناس صائما. ان اكثر الشياطين لا تكهر الا بالصلاة. والصوم. تمام? خلنا صوم عن كل شر بطهارة ودر. وننمو في معرفة الرب وننال حياة ابدية. كده احنا خلصنا الاسئلة. كنوا معرفين في الرب وجاي خانبة شويس.